السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه انا الدكتور زيل عباس ربيح طالب كلية الطب في جامعة وارث الانبياء المرحلة الثالثة. اه اليوم راح اكون وياكم الشرح الفيزياء الطبية المرحلة الاولى. طبعا الشرح راح يكون اه نصا على ملازم وارث الانبياء. ازيان. راح ناخذ احنا شنو? اللي نقصد بها الفيزياء الطبية. هواي طلاب هواي ناساس سيقولون احنا اختصينا بالطب. شعلينا بالفيزياء. اوكي? لا الفيزياء لها واي تطبيقات بالطب. بعدين من من تروح مثلا انت اشعة او سونار تختص. راح تدرس الاشعة او سونار. انت جهاز. اوكي? هذا الجهاز هو يعني شغلات فيزيائية. فلازم تفهمها. اوكي? اه طبعا هذا التليجرام الخاص بي. اي سؤال او استفسار. انا حاضر هنا اذا عدكم سؤال. زيان. هسا نبلش نشرح. اه راح نبلش على ملازم وارث الانبياء. اول شي راح ناخذ هذه المحاضرة. راح ناخذ اوكي? راح ناخذ مقدمة عن الفيزياء الطبي. راح ناخذ اللي هي راح ناخذ مصطلحات. راح ناخذ يعني نموذج شون? راح ناخذ اللي هي القياسات. راح نجي نشرحها بالتفصيل. طبعا راح اه اشرحها على اكثر من بارت حتى ما تصر محاضرة طويلة عليكم. هسا نجي نقرأ. اقول الفيزياء الطبية هي تطبيق الفيزياء على الطب. اوكي? الفيزياء الطبية هي من اسمها فيزياء طبية. اذن هي تطبيق الفيزياء على الطب. او اطبق الفيزياء بالطب. اوكي? هاي هسا النقطة الاولى خلصنا. النقطة الثانية شو تقول? تقول كل المناطق. اوكي? يعني كل الفيزياء كلها. انا اقدر اطبقها بمن بطب. اذن احنا عدنا فروع الفيزياء مثل ومثل 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 الالكترونيات. فيزياء الكترونية. ثرمو داينميك حرارية. يعني فيزياء حرارية ونيوكليار فيزيكاس اللي هي اه نووية وفلويد سواء الها السوالف. اوكي? اذن تطبيقات الفيزياء كلهن اقدر اطبقهم بكل اجزاء. زيت نجي. ويقول فيزيكاس is mainly involved in the development. اذن الميديكال فيزيكال تشمل لي شنو? تشمل لي development. تطوير اللي new instrumentation and technologies for diagnosis and for treatment. اوكي? diagnosis and for treatment. هاي الدياغنوزز and for treatment. يعني يفيدني هذا الفيزياء تفيدني بالدياغنوزز بالتشخيص وكذلك بالتريتمان بالعلاج. اوكي? اوكي. اذن. هسه هذا كمقدم عامة عن الفيزياء الطبي. خلصنا. نجي من يعني يتكون جسم الانسان. اوكي? يقول the human body. جسم الانسان is made up of different system. من انظمة مختلفة of working together to keep the body. يعني من انظمة مختلفة. تشتغل سواء حتى حافظ على الجسم مالتي. انهيل فيه. يعني حتى حافظ على الصحة مالجسم. we can use analogies with physical to stimulate the foundation of this system and understand the connection between them. يعني اه احتمال الفيزياء راح اطبقها على ذن السيستمات على ذن الانظمة حتى اه افهم الحالة. اوكي? راح نجي ناخذ شكم system. احنا قد نهنانة. يعني لهاي الصورة. الهومان بادي سيستم. مثلا عندي السيركولاتري سيستم. السيركولاتري سيستم. احنا نعرفه شنو جهاز الدوران. اذا من ين يتكون سيركولاتري سيستم? يتكون من هيرت من قلب. اوكي? زائد فين اللي هو وريد وقلب. زائد. اه الشريان اللي هو ارتري. اوكي? لافق الله. فهذا السيركولاتري سيستم يتكون من دني هيرت قلب. فين. اللي هو وريد ارتري اللي هو شريان. نجي عن نيرفي السيستم. جهاز الاسابي من تكون منه برين سيان اس انا اي ان اس. بعدين دني راح نختص بهن ونشرحن بالتفصيل. بس قلنا نعرف النيرفي السيستم هو جهاز عصبي. نجي على سيستم جهاز تنفسي. من يعني يتكون من رئات وغيرها. وبعدين ناخذة بالتفصيل. الدور نجي على سيستم من جهاز الهضمي اللي هو يتكون من ستومك لفار سمول انتستين هم راح ناخذة بالتفصيل. ونجي اسكليتال سيستم جهاز عظمي. او عظلي اللي هو يتكون من عظام وغيرها. او سيستم اللي هو جهاز عضلي. يعني عضلات. اوكي? دني الجهازات اللي راح نطبق بهن الفيزياء. دني جهازات. بس دني اخلي بالي دني كل ياتين يشتغل نسوه حتى اش اسوي حتى انطي وظيفة وحدة وحتى احافظ على الجسم. اوكي? كل هين يشتغل نسوه. واضح طلاب. فهس خلصنا كاندرو اكشن. هسا نيجي يقول الفيزياء الطبية اقسمها يعني اقسمها لمنطقتين او اقسمها المجالين. اوكي? انا راح اقسمها. اوكي? بعد شي يقول. يقول تطبيقات الفيزياء. يعني اطبق الفيزياء حتى احافظ على الوظيفة مع الجسم الانسان وحتى احافظ على الامراض. ثانيا تطبيق الفيزيكاس in the practice of medicine. اطبقها بالطب العملي. اوكي? اوكي. هسا نيجي على اول وعالثاني. احنا قسمنا الاثنين. اوكي? الفيرست الاول. يدعى يعني يدعى الفيزياء الفسلاجة. اوكي? اللي يعني راح يهتم بجسم الانسان. زيان. الثاني يشمل لي ساش ذهنكس. از اوكي? سماعة الطبيب. اللي هو من ادق على صدر المريض. ذاني بالاخير يعني اه شوية من تصيروا للمحاها ثانية. وثالثة راح تاخذون شنو البركجن وغير. اهذا اللي ما اخذينا الليزر. اوكي? جهاز الليزر. بعدين راح ناخذه. اللي هو يعني هذا اللي يقيسون هو اللي يشوفون بيه نبضات الطفل بالحوامل وغيرها. اوكي? فهس هاي الصفحة الاولى خلصت. اخذنا بيها دكتور من بدينا لحد الان. اخذنا بيها مقدمة عن الفيزياء الطبية وخذنا بيها الاجهزة. وقسمنا القسميا مرة فيزيكاس او فيزيولوجي ومر الثانية اشياء بالفيزياء مثل الاستيثوسكوب وغيرها. ازيل. هسا نجي على السلايد الثاني او على الصفحة الثانية. يقول the branch of medicine. فرع الطب. refer to a physical medicine deals with the diagnosis and the treatment of disease and injury by means of physical agents such as manipulation message exercise heat and water. يعني شو يقولوا بهاي المعلومة? هاي مو كلش مهمة لكن نشرحها احنا. يقول the branch of medicine فرع الطب. اه 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 يعني شو يدعى? يدعى physical medicine. اوكي? physical medicine. الفرع ما للطب اللي يهتم بالفيزياء نصيح له physical medicine deals. يحمل التشخيص. يحمل العلاج. of disease. يحمل التشخيص. اوكي. يحمل ال diagnosis. تشخيص treatment علاج. of disease. مع الامراض. and injury. الجروح. by means of physical agents such as. مالنبليتيشن. مسيج. اكسرسايز. تمارين. هيت. حرارة. and water. هسا نجي على physical therapy. physical therapy يعني العلاج الفيزيائي. اوكي? علاج فيزيائي. يقول is the treatment of disease. اعالج المرض or put bodily weakness ضعف الجسم. by physical means such as message and اه جمناستيكس rather than by drugs. بدون اي دوة. اوكي? rather by drug. اريدك تحط لي خط على هاي. rather by drug. اوكي? rather by drug. يعني بدون دوة. علاج فيزيائي بدون علاج. بدون ادوية. علاج فيزيائي بدون ادوية. اذا دكتور بيمن بالاكسرسايز تمارين بالجمناستيك وغيرها. هاي السؤال. اوكي. هسا نيجي يقول اقسام الفيزيائي لها اكثر من اقسام. مرة راديولوجيكال راح اعشره هنا انا انا راحكي ملخص حتى ما ادوهكم. اوكي? مرة راديولوجيكال فيزيكاس و مرة رادياشن بروديكشن يعني مرة راديولوجيكال فيزيكاس و مرة رادياشن اللي هو بالاشعاع اهتم لي و مرة هندسة طبية ميديكال انجينيرينج و مرة ميديكال يعني اه فيزياء طبية. اوكي? هسا نجي نقرأ حتى نفهم. اه اش عدنا? احنا قسمناها الاربعة اقسام يعني قسمنا يا عبا دكتور انا اليوم قسمت الفيزياء الطبية الاربعة اقسام اول قسم يقول موست ميديكال فيزيكاس موست ميديكال فيزيكاس اه فيزيكتس اللي هو معظم علماء الفيزياء الطبيين بالولايات المتحدة يهتمون بعلمي سهولا راديولوجيكال فيزيكاس علم راديولوجيكال يعني بالاشعاع و هاي السؤال يشمل لي تطبيقات الفيزياء استعمل الاشعاع بالتشخيص والعلاج بالاضافة لليوز استعمال الراديو نيوكلايدس الميديسين اللي هو نيوكليير ميديسين اوكي فاول قسم اللي هو استخدامي والعلما هو الراديولوجيكال فيزيكاس اللي هو الفيزياء الاشعاعية دكتور هاي بيما تفيدني تفيدني بالدايجنوسيس تشخيص تفيدني بالتريتمنت العلاج تفيدني باستخدام اه كل العلاجات مال الامراض اوكي دكتور الثاني يعني قسم ثاني مهم اساسي بالميديكال فيزيكال سهولة حمايتي من الاشعاع يعني احمروح من الاشعاع احنا نعرف انه الاشعاع اه يضر الانسان فلازم احميه اوكي لازم احمي الانسان حماية الاشعاع من المرضى انتم تدرون انه الاشعاع اذا يوميه اروح اكسراي اكسراي فاش راح سوي لي راح يعني احتمال الاشعاع يضربني وراح اتمرض فاني واجب كطبيب انه احمي المرضى من الاشعاع يعني احميه من المرضى العاملين بيه و جنرال اللي هو الناس العامة بالولايات المتحدة يصحون لهذا الفرع الفرع يصحو له يعني الفيزياء الصحي كذلك تشمل يعني انتم مو عبالكم انه الاشعاع فقط بالمستشفى لا دكتور مثلا اماكن التوليد الكهرباء وغيرها وغيرها اوكي فهسا عرفنا الفرع الاول والفرع الثاني نجي للفرع الثالث اللي هو هندسي فيزياء هندسية اريدك تعرف لي بس الميديكال انجينيرينج يهتم بالانجينيرينج بالهندسة ما للفيزياء اوكي هو يعني الملزم واضحة وابد مصعبة اريدك تقرأ يعني اهم شي بس ذن اللي موضحين بالاسود طوخ اوكي موضحين بالاسود طوخ أنه انه اذني المهمات اوكي طلاب اه القسم الرابع هاس اخذنا والرابع كلينيكل كليانtez تطبيقات الالترا ساوند تطبيقات الالترا ساوند يعني تطبيقات ذن اللي نسمع به النفض الجنين وغيرها بالطب استخدام الكمبيوتر يمكنك تجد ميديكال فيزيكايتز و ميديكال انجينيرك تتبدل تبدل بوارد كلينيكال يعني ببدال ما أصيح ميديكال انجينيرينج أصيح لشنو أصيح لكلينيكال انجينيرينج يعني يحتم بالحالات الطبية إذا الوظيفة مثل كلينيكال انجينيرينج فهسا دكتور أريد أطلع منانا أنا ما أخذ أربع يعني إذا أريد هنانا كملخص أقسم الميديكال فيزيكاس أقسم ميديكال فيزيكاس قسمت الميديكال فيزيكاس لأربعة أقسام أقسمت الميديكال فيزيكاس لأربعة أقسام واحد راديوAlogical فيزيكاس والثاني راديوالوجيكال اوهلثها فيزيكاس والثالث Medical Engineering والرابع اللي هو Clinical اذا كم قسم قسمتها دكتور اربعة راديولوجيكال ثانيا Healthها ثلاثة Medical Engineering واربعة Clinical هذا السلايد طلعت مننا باربع معلومات اللي هنا ذنين هسا نجي الموديلنج اللي هو يعني النموذج الفيزياء الشرى هادس يعني الفيزيائيون او علماء الفيزياء يحتقتون انه العالم يخضع القوانين يحتقتون هذي هذا ما بيها شيء يقول اني حتى افهم الفيزيكال اسبكت الفيزيكال اسبكت التوقعات يعني التوقعات الفيزياء عالجسم غالبا يتعلمون يعني يقول انه لازم افكر بالقياس حتى افهم الجوانب المادية للجسم حتى افهم كل شيء يخص الجسم ومرات نرجع يعني نستخدم المقارنة حتى تسهلنا الفيزياء اوكي زين وغالبا غالبا غالبا يعني علماء الفيزياء يرجعون للتعلم والثين كل اعتقاد اوكي يرجعون للتعلم والاعتقاد حتى شنو حتى يحافظون انه عالمعلومات ملاتهم اوكي يعني دائما تكون شنو صحيحة اوكي معلومات اوكي اني يعني كطالب منت شرط طالب طب مرحلة اولى وحاليا مثل هي شيء شغلات اتركها اوكي ما راح تفيدني ابد عاني ااخذ شيء يفيدني كطبيب فهاي تريد تقراها اقراها لا تجيك بالامتحان ولا راح اتفيدك اوكي انما اني ويس طريق اخرى ذا اي مثلا العين تشبه شنو تشبه الكاميرا هاوفر على ايو حال الانالوجي انبور وين ذا فيلم هاي تفيدني بالافلام مثلا وش موستو الديفلوبمنت اطورها عن ريبلايس واستبدلها كومبيرت بالمقارنة بالريتاينة بالشبكية مع العين تد اكتر اللايت اللي هو الضواء يكشف لي العين مثلا انه اقدر امثل تدفق الدم اوكي اقدر امثل تدفق الدم بمن بتدفق الكهرباء اوكي بالالكتريسي يعني يعني شون فيزي قلنا ليه شون ادريس فيزي مثلا اقدر اطبقها على جسم مثلا حتى اسهل للطب او اسهل للطلاب الطب انه اقول يابه الدم مثل الكهرباء اوكي مثلا دورة الدموية بالجسم اوكي هي نفس الدورة الدموية يعني مثل دورة الكهرباء اوكي اوكي ومثلا اوكي اوكي وصلنا للمجرمينتز هذا بعدين راح ناخذه بارت ثاني اوكي وصلنا الهنا راح ناخذه بارت ثاني الهنا خلصنا البارت الاول اسه نرجع كمراجعة سريعة شا اخذ نحنا بالبارت الاول دكتور اخذنا مقدمة عن الفيزياء الطبية وعرفنا شنو السيستيمات مال الجسم وقسمنا الفيزياء الى قسمية وقسمنا يعني قسمنا المجال الفيزيائي الى اربعة اخسام وهذا الملخص مالتنا اوكي هذا الملخص مالتنا زين وبعدين اخذنا النموذج وعرفنا انه نموذج يعني الطب اشبه مثلا بالكهرباء وغيرها اه لهنا تكون خلصنا البارت الاول ان شاء الله تكونوا نفتهمتوا استوعبتوا زين واي سؤال او استفسار معرف يمكم راسلوني وهذا البارت الثاني راح نكمله بمحاضرة